وقد زارت رئيسة المفاوضة الأوروبية أرسولا فوندرلاين معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة وتفقدت عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأكدت فوندرلاين على ضرورة وصول المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بغزة مضيفة أنها ستقدم دعماً لوجستياً إضافياً بمصر فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لإيجاد طرق إضافية لإيصال المساعدات ترجمة نانسي قنقر